اجتمع سعدة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة مع معالي السيد دينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين وقد نقل سعدة وزير الخارجية تحياتي واتهاني حضرة صاحب الجلالة مالك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تولي معالي رئاسة الجمعية العامة في دورتها الحالية وتمنياتهما له بالتوفيق والنجاح في إدارة أعمالها وأكد سعدة وزير الخارجية اهتمام مملكة البحرين وحرصها على تعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة في المجالات كافة بما يحقق الأهداف العالمية في صيانة الأمن والاستقرار والسلم والتنمية في العالم وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والسعراض أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين هذا إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع والتحديات التي تواجه دول المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر